هل لك بتعليق على مستوى العنف الذي طال المؤسسات العامة والحزبية؟ العنف كان أكثر مما توقعنا مما توقع الجميع المظاهرات السلمية لهذا أطلقنا على هذا العنف فتنة وهو فتنة بالواقع لا أحد يقبل بها هناك متسللين في كل بأي حفلة عزم عشرين نفر يجوك ثلاثة أربعة خاصة إذا كانت مفتوحة فمبالك مظاهرة بالشارع فأكيد يدخلون ارتكبوا هذه الأعمال المرفوضة من جميع العراقين بضمنهم المظاهرين 95% من المظاهرين كانوا ملتزمين بأداب التظاهر التظاهر هو مسؤولية هو أداب هو احترام هو تقدير للمجتمع هو تنطي المثال الأحسن أنت ليس أن تنطي مثال سيء والطالب حكمه بشيء أحسن فما ارتكب هذا غير مقبول من الجميع لم يرتكبه المتظاهر العادي هذا جاي لأراض من هؤلاء؟ هناك نزاعات حزبية بين بعض الميليشيات وميليشيات صارت بس لصقت بالمتظاهرين هنا حقيقة أنت تقدم لنا وصفة وقراءة حقيقة ممتازة ألا وهي أن هذه ليست من أعمال الاحتجاج السلمية وليست من أعمال المتظاهرين وإنما هذا جزء من صراع بين قوى وأحزاب بين قوى وأحزاب وخاصة بالمحافظات ملاحظة ثانية أينما وجد العنف باستثناء بغداد بباقي المحافظات اللي صارت بيها أينما كان هناك عنف كان عنف متبادل أكثر أينما كان هناك اطلاق قصاص حي شفنا حرق أكثر مثل الناصرية مثل العفو ميسان مثل العنف يولد عنف مضاد خاصة وإحنا نتعامل مع شباب ذولة معانديين يعني من تغميهم مو ينسحب مثلي ومثلك نهرب نحن أولاد جمهورية الخوف ربما نعم عشنا سنين طويلة فهذا المتظاهر من التمارس عليه العنف يزداد العنف أما في محافظات لم يتم فيها اطلاق النار مثل النجف مثل كربلا لم يحدث أي شيء في بغداد اليوم رصاص حي ما موجود ما في بيصير حرق فالعنف يولد العنف